اشتركوا في القناة أن يعيننا على حسن سيامه وقيامه على الوجه الذي يرضاه الحمد لله الذي من علينا هذا العام بتخفيف وطأة الوباء وأصبحنا نعيش وضعا مستقرا فضلا من الله ثم بجهود أفراد السلك الطبي وشبه الطبي ووعي المواطنات والمواطنين مما سمح بفتح أبواب المساجد للمصلين خاصة لأداء صلاة التراويح التي حرمنا من أدائها العام الماضي بسبب تشار الواسع للوباء وإنها لسانها في هذا المقام أن أذكر أخواتي المواطنات وإخواني المواطنين بضرورة مضاعفة اليقظة والحذر وإحترام إجراءات بروتوكول الصحي في كل الفضاءات العمومية كما أدعو إلى اغتنام هذا الفضيل في التقرب من الله عز وجل والتقوية أواصر التضامن والأخوة اعتزازا بقيام ديننا الحنيف واقتداءا بأجدادنا والابتعاد عن الاستهلاك المفرط والتبدير وفي الأخير أجدد تهانية خالصة لكم ولكنا ولأبناء جاليتنا في المهجر بمناسبة شهر رمضان المعظم داعينا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة والرخاء كما أترحم على أرواح ضحايا الوباء وبأكرنا ممن فقدناهم متدرعا إلى الرحمن الرحيم أن يسكنهم فسيح جنانه وأن يعجل بشفاء المصابين صح رمضانكم كل عام وأنتم بخير عاشت الجزائر حرة سيدة أبية المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر